موسيقى هل يحكم خامنئي العراق؟ مصر بعد مبارك حنين الماضي أم آمال المستقبل؟ وهل قاد الإقتصاد الثورة في مصر؟ والإعلام المصري وتبادل الأدوار؟ جلسة مشتركة بين وفدي النظام والمعارضة في سوريا لكن دعونا نتوقف على أبرز الأخبار التي ترد في هذا اليوم من سوريا ومن اليمن ومن العراق ومن مصر هذه هي القواسم المشتركة لأخبارنا وأدعوكم إلى هذه الجولة في هذا البرنامج جلسة مشتركة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين في جنيف الحوثيون الحوثيون يرفضون تقسيم الأقاليم الستة لأنه يقسم اليمن إلى أغنياء وفقراء مصر متمرد جنوب السودان يهددون بمقاطعة الجولة القادمة من محادثات السلام إذا لم تفرج الحكومة عن السجناء السياسيين وتعيد القوات الأغندية التي تساندها إلى بلادها إيران تطلب مفاوضات عادلة وبناء لتسوية الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي قبل المحادثات الجديدة المرتقبة في فيينا وروحاني يؤكد أن الخيارة العسكرية ضد إيران وهمة موسيقى موسيقى مرحب بكم في هذه الجولة الجديدة اليوم في ساعة من سي ام بي سي عربية آخر الأخبار التي تاريت حتى الساعة أن الرئيس الفرنسي فرانسواء أولوند في البيت الأبيض يزل الولايات المتحدة الأمريكية أكد هو وأوباما أن البلدين يواجهان تحديات أساسية هي مكافحة الإرهاب أولوند وإلى جانب نظير الأمريكي باراك أوباما ذكر أيضا بأنهم بيعملوا مع بعض فرنسواء الولايات المتحدة على مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل وإيجاد حلول للأزمات في الشرق الأوسط وتنمية أفريقيا هذا قبل قليل ورد الآن الأحوال في العالم العربي كالبارحة لكن مزيد من أعداد القتلى والتفجيرات سوريا مثلا المفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أكد أن الجولة الثانية من المفاوضات جينيف اثنان بين النظام والمعارضة السورية وصف بأنها شاقة صعبة لم تحقق أي تقدم تباين الحقيقة في المواقف كبير هؤلاء يتحدثوا عن حكومة انتقالية والحكومة تتحدث عن مكافحة الإرهاب كل في وادي روسيا ترفض كل شيء يعني أستراليا ولوكسنبورغ والأردن الأسبوع الماضي تقدموا بمسودة لقرار للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومن بين الروسيا طبعا زيادة المساعدات لسوريا يعني هذا فحو القرار موسكو على طول انتقدت المسودة وقالت ما هياش إيجابية ديلبي انتقدوا حتى زيادة المساعدة لا نتوقع شيء من روسيا في الملف السوري بجانب انحياز النظام الحاكم في هذا البلد اليمن بتقول إنها سلمت السعودية 29 متشدد من القاعدة هؤلاء مضطوب القبض عليهم في السعودية إذن اليمن قامت بتسليم هؤلاء المتشددين وسلموا إلى جهاز الأمن السعودي في الأيام الماضية هذا ما ورد في موقع وزارة الدفاع اليمنية الحوثيين في اليمن حالهم كحال روسيا في الرفض المسبق بالأمس أعلن عن التقسيم اللي أعلن الرئيس اليمن عبد الرب هادي منصور لدولة اتحادية من ستة أقاليم قبل الدخول في تفاصيل فورا رفضوا هذا الإجراء هم والدول المحور الجنوبي في اليمن وذكروا بأنه يقسم هذا الإجراء البلاد إلى أغنياء وفقراء يعني دون التمعون حتى في التفاصيل لهذا الاتفاق إذا دعونا نبدأ من العراق والعراق ساخن كالعادة في كل يوم منذ سقوط صدام حتى اللحظة آلاف وملايين العراقيين يموتوا في هذا البلد كل يوم تفجير وكل يوم حالة من التوتر في العراق جماعة داعش قتلت 21 جندي في مدينة الموصل في هذا البلد بالتالي 21 مسلح قتلوا عن طريق الخطأ بيودعوا في أحد المحتفى بهم رايح يفجر نفسه فهم يصوروا عادة مثل هذه الأحداث وهذا الوداع حتى يستفيدوا منه في الدعاية الإعلامية انفجرت السيارة فيهم قبل أن تنفجر في الهدف وقتلت 21 من هؤلاء المتشددين في مكانه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيف نفسه ينجو من الموت بأعجوبة سيارة أيضا انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من سيارته وهو كان في موكبه في مدينة الموصل شمال البلاد إذن لم يصبح أحد فيه مأمن لكن اللافت أيضا اليوم أنه في صحيفة عراقية شن عليها هجوم عنيف جدا نزلت رسم للمشهد الأعلى لثورة في إيران خامنئ رسم عادي يعني ما هو رسم كاركاتوري أو رسم مسيء إلى ما ذلك لكن بعض المتشددين يعتبروه رسم مسيء طالما هو كاركاتوري وبالتالي شنه هجوم على الصحيفة عنيف ودخلت في ورطة كبيرة الصحيفة حتى أنها توقفت عن الصدور وأنباء عن تفجير جزء منها إلى ما ذلك ورغم أن الصحيفة قالت نحن نحترم كل الرموز إلى ما ذلك ونحن بدوننا أيضا في هذا البرنامج نحترف كل الرموز المرجعيات الدينية لكن اللافت أنه النائب العراقي زهير الأعرجي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعم نور المالكي وفي تصريح متلفز طالب بأنه يقاض الصحيفة وتصدى لهذا الأمر بقوة وهناك شكوى من أن الحكومة العراقية لم تتصدى للإجراءات التي تخزت ضد الصحيفة الإجراءات التعسفية التي يقوم بها بعض الأشخاص العاديين وهو إجراء من المفترض تقوم بها السفارة الإيرانية إذا وجد هناك مساس بشخص المرشد لكن نائب عراقي يتصدى والحكومة تتقاضى أنقل ذلك إلى ضيفي في لندن دكتور عماد الدين الجبوري الباحث والأكاديمي في لندن دكتور لعلك تابعت ما قلت وأنت على اطلاع بهذه الأحداث هذا الدفاع المستميت عن إيران في العراق كيف تفسره إذا كنت أسمعني ولكن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع لندن أعود من جديد جبوري مساء الخير يا دكتور إذا كنت أسمعني دكتور نعم أسمع لعلك تتابع المشهد وأنا تحدثت في الجزء الأخير فيما يتعلق بالعراق دعك على القتل والتنكيل والتفجير هذه سمة يومية في هذا البلد ولكن حادثة الصحيفة الصحيفة الصباح الجديدة على وجهة التحديد والهجوم الذي شن على هذه الصحيفة لنشرها أحد الرسومات يعني من نواف البرلمان والحكومة تتقاضى أيضا عن كل ذلك سؤالي إلى أي مدى باتت إيران تمثل شيء مهم ومهم جدا في العراق الحقيقة الطغمة الصفوية الحاكمة في طهران هي المسيطرة وهي صاحبة القرار السياسي في حكومة الظل التي يرأسها نوري المالكي هذا يثبت أنه أحد الوسائل الإعلام وما يتشدقون به من حرية الصحافة وحرية التعبير هي في حد ذاتها مجرد مماحكة مجرد خدعة الحقيقة تبقى الولي الفقه في إيران هو الولي الفقه على العراق أيضا السؤال الذي نطرحه وفق العقل والمنطق أنه إذا كان يعتبرون هذه إساءة إلى مرجع ديني فليعلم الجميع وكما هو معلوم أيضا أنه علي خامئني ليس فقط مرجعا دينيا هو يقود نظاما سياسيا وبالتالي هو يعبر عن وطنية بلد معين إذن العراق غير إيران حتى من اتلاف ذوت القانون الناب عدنان الشحمان عندما يذهب في تظاهر ضد الصحيفة ويؤيد علي خامئني علي خامئني يقود نظام سياسي من الشأننا والشأن إيران ولكن كما أشرت هذه الطغمة الصفوية الحاكمة في طهران هو الولي الفقه أصبح أيضا الولي الفقه على العراق وبالتالي في هذا الاتجاه يجب التخلص من العملية السياسية ومن كل رموز العملية السياسية لأنها هي حكومة الظل إلى الطغمة الصفوية الحاكمة في طهران دكتور لا نلمح أي مبادرات لتسوية سياسية في هذا البلد الحل العسكري هو ما تختاره الحكومة على الدوام وهذا لن يفضي إلى شيء بطبيعة الحال والعنف لا يولد إلى العنف كما تعلم هل هذه سياسة إيرانية أيضا؟ بلا عدنا شك لأنه لو نظرت يا سيدي الكريم لماذا الأنبار هناك ستة محافظات قد انتفضت جراء الظلم والقهر والسياسة الطائفية التي يمارسها نوري المالكي انفجرت والضغط يولد الانفجار ولكن لماذا اختاروا محافظة الأنبار بالذات؟ لأن هذه المحافظة تشغل ثلث مساحة العراق تشرف على ثلاثة دول عربية والمشروع الإيراني يريد محافظ وإدارة مجلس المحافظة والبقية تخضع إلى بغداد تخضع إلى بغداد أي تخضع إلى القرار السياسي الإيراني ومعلوم هناك مشروع صفوي في البردان العربية وتريد الاتجاه نحو المملكة المملكة العربية السعودية من الأردن أو دعم النظام الدموي السوري عبر هذه المحافظة لنا كما أشرت هذه المحافظة تشرف على ثلاثة دول والمشروع الإيراني يريد الاتجاه نحو الخلايا النائمة في المملكة العربية السعودية والمناوشات من هناك وبالتالي وجدنا أنه عدم الاشتجابة رغم أنه حتى مايكل كيميت وهو أحد القادر العسكريين الذي كان في العراق قادر عسكري أمريكي والسئلة حتى عبر جزيرة تشنال الإنجلش وأجاب الرجل أنه لا يمكن في حل عسكري نور المالكي ضعيف بالاتجاه فرض الحل العسكري عبر الوجود السياسي ووجدنا أنه هناك خسائر فادحة اللي يحقت بقوات المالكي لأنها أصلا قوات طائفية وهناك التقرير الصادر ما تسمى الآن وزارة دفع العراقية تقول 30% من انتسبية الجيش هم ميليشيات ويحمل بعض الضباط الدمجة يحمل رتب عسكري لا يفقه هنا الشيء من العلم العسكرية هناك خسائر فادحة نحن نعلم أيضا هناك أكثر من 700 قتيل لحدها انتكبت في قوات المالكي لأن هذه قوات وتصور يا سيدي الكريم حتى جريدة الواشنطن بوستو الأمريكية تقول صحفيها في التقى مع عصابها للحاق ومغد الصدر يقول أن هذه العصائب هي أياديها ملوثة بدماء العراقيين يقول أحد قادتهم المسمى أبو ساجد أنه يلبسون الملابس العسكرية في محاربتهم في محافة الأنبار يعني هنا الأمر لماذا تزوج بميليشيات متهمة بأياديها ملوثة تنزل البزة العسكرية وتقاتل في الأنبار صحيح نعم دكتور عماد هل نستطيع القول بشكل قاطع في أن ما يحدث في العراق هو صراع طائفي فقط ومذهبي من الدرجة الأولى هو الحقيقة طائفي سياسي وليس طائفي اجتماعي كما تعلم يا سيد الكريم تركيبة الشعب العراقي 85 إلى 87% عرب والقبال والعشار العربية تحمل هذين المذهبين وعبر التاريخ للسامي في العراق لم يحدث أي مواجهة طائفية باستثناء لو عدت إلى أربعة قرون سابقة إلى الدولة الصفوية عندما احتلت بغداد ثلاث مرات على التوالي ومجموعة احتلات تصل إلى 37 سنة هم يزرعون هذه الطائفية والآن تعادل صفوية جديدة مرة ثانية على الساحة العراقية وهناك صراع سياسي طائفي وليس اجتماعي طائفي العراق لا يمكن نسيجه الاجتماعي لا يسمح بذلك التزاوج 60-60 من المجتمع العراقي التزاوج مشترك وبالتالي لم يحدث حربا طائفية اجتماعية ولكن كما اشرت عندما تسيطر ايران على العراق على المشهد السياسي العراقي تكون هناك صراع سياسي طائفي وهذا نعم موجود وموجود بامتياز ونور المالكي قبل حملته على الأنبار ماذا قال؟ قال احفاد الحسيني قاتلون احفاد يزيد انظر إلى هذه العقلية الطائفية نعم موجود صراع سياسي طائفي خاضع إلى ايران وخاضع المشروع الايراني وهناك ايضا هناك بالنسبة للقبال العربية قد ثارت وهذه ثورة شعبية مسلحة جراء القهر جراء التهميش جراء الظلم جراء القتل اللي اصبح مألوفا كما اشرت في كلمك في بداية الحديث عبر التفجيرات وبالتالي هذه السياسة يجب ان تواجه بقوة شعبية مسلحة ونحن حسب اعتقادنا هذا هو المربع الاخير لان الضغط يود الانفجار وقد انفجر شريحة كبيرة من الشعب العراقي نعم هذه السيارات التي تتجول بهذا البراح والحرية في العراق في ظل هذه القبضة الامنية يعني كيف من الممكن ان نفسر ذلك هل من دهات نافذة تقف وراء بعض التفجيرات في هذا البلد يا سيدي وفقا الى التحليل المنطقي والاستنتاج العقلي في هذا الامر يقول نوري المالك منذ ثمان سنوات وهو القادة العام القادة المسلحة وهو المنسك في وزارة الامنية الثلاثة الدفاع والداخلية والامن القومي العقل والمنطقي يقول اما ان اجهزة الامن مخترقة وبالتالي يجب محاسبة القادة الامنين وبما ان هذا لم يحدث ابدا اذا انه القادة الامنين هم من يقومون بهكذا امر سيما وهناك تفجيرات تحدث عدة تفجيرات في عدة مناطق في عدة محافظات هذا ينمع عن تركيبة دولة وليس تركيبة عصابة صغيرة تستطيع تفجير هذا الموقع ما يجري يؤكد بان الجهات الامنية هي من تقوم بذلك وحتى شهود العيان يقولون انه عندما يحدث ممنوع تجول في الليل نرى سيارات حكومة تتحرك وفي الصباح يحدث التفجير من اين اتت هذا؟ هذا لم تهبط من المريخ وانما هم القادة الامنيين الذي لم يسمح المالكي حتى حضورهم الى المجلس البرامان للمسائلة انه احضروا ايها القادة الامنيون واجيبوا على الاسئلة البرامان المالكي يمنع وبما انه لم يحاسب اي واحد من قادة الامنين اذا نحن نقول العقل والمنطق يقول ان المالكي واجهة الامنية هي التي يقوم ذلك عبر تنفيذات او تنفيذ الذي امر به قاسم سليماني تبقى كثير من الاسئلة حائرة في هذا البلد انا اشكرك البحث والاكاديمي دكتور عماد الدين الجبوري كنت معي من لندن من العراق الى مصر ومصر في مثل هذا اليوم من عام 2011 11 من فبراير يعني نائب الرئيس المصري عمر سليمان اعلن تنحي الرئيس حسني مبارك بعد حكم دام لثلاثين عام وسور شعبية استمرت فقط ثمانية عشر يوما والجيش تسلم السلطة واختها ايها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة لادارة شؤون البلاد في مثل هذا اليوم 11 من فبراير قبل ثلاث سنوات تخلى مبارك عن السلطة بعد محاولة للبقاء واكثر من خطاب لتهدئة الامة لكن بدى وقتها ان الشعب خرج ولم يعد فكان المد الثوري الذي اطاح بالرئيس فقد خرج شباب في اعياد الشرطة ليسمعوا صوتهم الذي ينادي بالحرية والكرامة ولقمة العيش لكن بدأ ان خروجهم صادف هوار في نفوس الشعب المصري الذي سرعان ما استجاب لينخرط في صفوف الثورة التي اخذت شكل الطوفان فجوافت مبارك ومنذ ذلك الوقت قامت مصر ولم تقعد حتى الان فما بعد المخاض كان عسيرا ولا يزال الكل يدعي انه من صنع الثورة والكل يريد ان يحصد ثمارها فكان السجال مع المجلس العسكري الذي امسك بزمام الامور بعد مبارك وتواصلت الاشتباكات وسقط القتلى ثم كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي اوصلت الاخوان المسلمين الى سدة الحكم في ظل انقسام الاحزاب الاخرى وعدم استعدادها للمعركة وحداثة تجربة الشباب الذين صنعوا الثورة مع صراع مستتر مع فلول النظام السابق ومن كان يستفيد والجيش اخذ مكانه يتابع الوضع من كثب واجرى التعديل الدستوري وشهدت البلاد عاما كان عنوانه الاخوان المسلمون يحكمون ولكن يبدو انهم ارادوا تدعيم اركان حكمهم باقصى ما يمكن فكانت المناصب لاهل الولاء والثقة لا الكفاءة ثم جاء اعلان مرسي الدستوري الذي يحصنه ضد كل شيء عدى ثورة الجماهير والتي خرجت من جديد في الثلاثين من يونيو وباركها الجيش ثانية فخلع مرسي وعادت مصر الى المربع الاول لكن ردة فعل الطرف الاخر كانت عنيفة حيث اعتصم الاخوان في الميادين رافضين ما حدث متمسكين بالشرعية ففضت القوات الامنية واعتصامهم بقوة السلاح ورد حلفاؤها فكان القتل والتفجير واصبحت جيش والاجهزة الامنية هدفا مشروعا لرافضي الثورة والانقلاب حسب وصفهم حتى صنف الاخوان المسلمون كتنظيم ارهابيا ليخرجوا عن المشهد السياسي في مصر برمته ويعودون الى حقبة مضت فاعتقل قادته ودخل نفر من اعطائه تحت الارض ومصر مقبلة الان على انتخابات رئاسية ورجل واحد يتردد اسمه في سمائها انه المشير عبدالفتاح السيسي الذي لم يعلن ترشحه حتى الان لكن قطاعا كبيرا من المصريين يدعمون ذلك فمصر التي بقيت تحت حكم مبارك 30 عاما شهدت اكثر من رئيس خلال ثلاثة اعوام ولا احد يدري ما الذي يمكن ان يحدث لها في مقبل الايام اذا مصر على صدر الثورة وذكرى الرحيل للرئيس حسن مبارك في مثل هذا اليوم في ذلك التاريخ وهو رحيل كان سريع بحسب المراقبين باحتبار ان الرجل مكث في السلطة لثلاثين عاما لكن في ثمانية عشر يوما كان خارج اللعبة كما نذكر في تلك الاحداث بانها بدأت في اعياض الشرطة في مصر والاحتفالات بعياض الشرطة وخرج مجموعة من الشباب وكان سقف طموحاتهم وامالهم في ذلك اليوم هو اقل من اسقاط النظام وزهاب الرئيس لكن يبدو ان الشرر قد عمى كل مصر والنار دائما من مستصغر الشرر كانت هذه الشرارة وكان الشعب المصري مهيئ للخروج ضد مبارك بعد سنوات من القهر والاستبداد والظلم حسب اراء الكثيرين لكن لاحظنا ان بعض الجماعات اسف يا رئيس وغيرها اصبحت تحن من جديد العهد المبارك باعتبار ان الفوضى التي حدثت في مصر كفيلة بان تعيدها الى هذا الجانب لا نستطيع ان نقيس وجهات النظر بشكل علمي ودقيق من هذه الزوايا لكن هذا ما حدث منذ ذلك اليوم ومصر حتى الان تدخل ربما في العديد من المتاهات انتخابات هنا وهناك انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية واخوان ومرسي وعام من الحكم واخطاء قاتل ادت لقيام ثورة اخرى في هذا البلد معي من القاهرة مراسي سين بي سي عربية ياسين الجوهر ياسين مساء الخير كيف احيى المصريون ذكرى الرحيل مساء الخير لك طيب والمشاهد سين بي سي عربية يعني يبدو انه لعنة مبارك في الذكرى السالسة تحل على شوارع العاصمة المصرية اليوم وفي ذكرى تنحي مبارك يعني القاهرة تكاد تكون مغلقة شوارع القاهرة عبارة عن جراش كبير يبدو انه المصريين بعد مرور ثلاث سنوات على تنحي الرئيس الاسبر حسني مبارك توصلوا الى او توصل بعضهم لأكون دقيق الى نتيجة واحدة البعض يقول ولا يوم من ايامك مبارك هذا بالفعل ما وصل اليه البعض في الشارع المصري يعني دائما كانت كلمة الاستقرار هي التي توضع ويوضع تحتها اكثر من خط حتى انه احد خطابات الرئيس الاسبر حسني مبارك قبل تنحيه بايام قليلة قال اخشى عليكم الفوضى هذه الكلمات قالها مبارك وعندما اعلن تنحيه كانت هناك نشوة يقول انها نشوة النصر بتنحي مبارك للأسف هذه النشوة لا اقول فقط انها تلاشت بعد ثلاث سنوات ولكنها انقلبت لدى البعض الى حصرة البعض يتحصر على ايام مبارك يتحصر على الاستقرار على الامان الى غير ذلك بصرف النظر يعني عن ثلاثين عام من الفساد قضاها مبارك في حكم مصر ولكن الواطن البسيط ربما هو الذي يتحصر على الامان وعلى الاستقرار وانت ذكرت ربما في المقدمة انه مصر عاشت على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الفوضى حالة من التخبط السياسي والاقتصادي والاجتماعي مجلس عسكري ثم حكومة اخوان مسلمين ورئيس من الاخوان ثم ثورة ثانية توصب انها تصحيحية للثورة الاولى ثم ترقب لمستقبل مصر نعم ياسين هذه الاجواء التي تفضلت وذكرتها يعني الى اي مدى هي تزيد من نشوة العسكر في الامساك بزمام الامور والدفع بمرشحهم في مصر خاصة وان المؤسسة العسكرية هي التي تحكم هذا البلد حتى الثلاثين عام لمبارك او ما قبلها يعني في ظل هذه الاجواء والله طيب هي كلمة العسكر في حد ذاتها ايضا من الكلمات التي يوضع تحتها اكثر من خط يعني معنى انه مصر منذ ثورة اثنين وخمسين وحتى تنح الرئيس السابق او الاسبق محمد حسني مبارك حكمها عسكريون ثم جاء بعد ذلك رئيس مدني هو الرئيس مرسي الذي عزل بثورة شعبية ايضا ربما فسره البعض بانه كانت رغبة من المؤسسة العسكرية في ان تحكم مرة اخرى ولكن الفيصل هنا هو انه من سيحكم مصر اذا كان عسكريا ربما او ربما لو ترشح الفريق او المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية فلا ينبغي ان ننسى انه حينها سيخلع بذلته العسكرية وسيصبح مدنيا غير منتسب للمؤسسة العسكرية وهذا يعني ربما ان المؤسسة العسكرية لن تحكم بالصورة التي كانت تحكم بها مصر ايام جمال عبدالناصر او الرئيس السادات او حتى ايام حسني مبارك سيحكمها رئيس اذا فاز السيسي في الانتخابات الرئاسية كان ينتمي الى المؤسسة العسكرية في يوم من الايام ولكنه لم يعد عسكريا بعد اعلانه الترشح اذا قرر المشير الترشح وهذا هو ربما الخط الرفيع الواهن بين حتم المؤسسة العسكرية وبين حتم شخص كان ينتمي للمؤسسة العسكرية وهذا الخط لا يحترف به الكثيرون باعتبار ان المرجعية هي مرجعية عسكرية يعني هذه خلافات فشاد النظر لا نستطيع النفط فيها في هذه العجالة سن الجوهر المراسسين بساعة عربية في القاهرة انا اشكر لك ان وضعتنا في الاجواء عبر هذه الحلقة في هذا البرنامج اذا دعونا نتأمل في فترة مبارك وذلك اليوم تحديدا عندما ظهر اللواء عمر سليمان وظهر الراجل اللواء فورا عمر سليمان واعلن عن تنحي هذا الرجل عمر سليمان هو الصندوق الاسود يلقب هكذا واحد من اشهر مدير المخابرات في العالم العربي وله علاقات واسعة في كل انحاء الدنيا وامسك بكثير من الملفات الملفات الساخنة هنا وهناك وكان له دور كبير في مصر ورجل غامط لا يتحدث كثيرا ظهر بشكل او باخر في اواخر ايام حسن مبارك وعينه نائبا للرئيس ولكن الرجل ايضا رحل في صمت مدير المخابرات المصري السابق اللواء ثروة جودا نستمع اليه يتحدث عن عمر سليمان اللواء حسين كمال مدير مكتب عمر سليمان والمعروف اعلاميا بالراجل اللواء رفا عمر سليمان كان لبوابة اخبار اليوم هذا الحوار الحصري معه الذي يكشف لنا فيه اسرار حياة وممات اللواء عمر سليمان نائب رئيس الكمورية بخير والأمور العربية بخير يعني بداية احب عزيك في اللواء عمر سليمان البقاء لله كتير من الشعب المصري حابب يطمئن على اسباب الوفاة لان في ملابسات موجودة حصلت ونشرت في وسائل الإعلام حول اسباب وفاة اللواء عمر سليمان نتكلم ده في الموضوع ده كتير وما فيهش اي جديد وزي ما نقولت قبل كده الوفاة حصلت في كليفلند نتيجة ضعف لعضلة القلب أدى الى تجميع مياه عن رئة تعمل له بازل بعدها باربع ساعات وفاة الله توفاة الله رأينا فيه الكلام اللي بقول عن تصفية اللواء عمر سليمان لانه يحمل من المعلومات الكثيرة عن الوضع المصري والعلاقات الأخرى مع دول كثيرة في المنطقة الكلام ده أصير نتيجة ان اللواء عمر شخصية محورية وشخصية سياسية رفيعة المستوى وتولى مناصب سياسية كثيرة فده اللي خلق اللغط اللي موجود في الشارع المصري لكن احنا او الشارع العربي ولكن احنا لنا التقرير الطبي اللي طلع من المستشفى في كليفلند ويقول انه أصيب بسكتة قلبية مفاجئة يعني ليس هناك أسباب تؤدي إلى ان الوضع ممكن يكون نتيجة أي أسباب أخرى اللي شاكك في هذا الكلام يقدم بلاغ للنايب العام ويتم إجراء التحقات اللزمة وينمشه أورا البلاغ ونشوف مدى دقته إيه والنايب العام لو فيه بلاغ بيبقى موجود فيه جدية بيستكمل التحققات المطلوبة إذن ده هو الراجل اللي واجف على عمر سليمان هذه المرة يتحدث أمام الكاميرا ويشرح أسباب وملابسات وفاة عمر سليمان الذي اختفى على المشهد في مصر وتبقى مصر حاضر عبر هذه الحلقة لكن بعد فاصل قصير سنحاول أن نستطيع مستقبل مصر السياسي والاقتصادي بعد كل هذه الثورات البترون الوطنية الكويتية تمنح تحالف شركات بريطانية وأمريكية ويابانية عقودا لتطوير مصفاتين بقيمة 12 مليار دولار مصر تعلن عن نجاحها في تسوية نزاعات مع 80 مستثمر عقاري خلال ثلاث سنوات البرلمان المغربي يقر بروتكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي الذي يضمن 40 مليون يورو سنويا للبلاد بنك باركليز البريطاني ينوي الاستغناء عن 12 ألف موظف هذا العام مساء الخير من جديد إلى القاهرة ضيفي سيد علاء الدين الساوي الكاتب والمحلل السياسي سيد علاء أنا أشكر وجودك معنا ونحن في هذه الحلقة لعلنا في ذكرى تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يعني بعد هذا التنحي إلى أي مدى تغيرت موازين القوى ومفاهيم السلطة في مصر أم أنها لم تتغير ربما نعم سيد علاء يعني يبدو اليوم كما ذكر مراسلنا في القاهرة أن لعنة هذا اليوم هي قائمة نبقى الاتصال مع القاهرة ويبدو أننا نستعيدنا الاتصال من جديد سيد علاء الدين إذا كنت تسمعني مساء الخير أهلا مساء الخير الله يسلمك ومصر اليوم كلها كما أفاد مراسلنا يعني عبارة عن السجن صغير كذا ممنوع الحركة والتجول إلى ما ذلك من هذه التفاصيل في هذه الزكرة على كل سؤالي كان بعد كل هذا الذي حدث وتنحي الرئيس حسن مبارك وحطى اللحظة إلى أي مدى تغيرت مفاهيم السلطة وموازينها في هذا البلد أم أنها لم تتغير من وجهة نظرك لا طبعا هناك تغيرات من وقت ما تنحى الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك التغيرات كانت أن فيه ظهرت مجموعات كثيرة من القوى السياسية أو الطيارات بمختلف أراءهم هذا يقول شيء والآخر ممكن يكون يعرضه اختلاف الأراء دوت كان ناتج أن فترة طويلة ما كانش حد بقدر يتكلم بشكل في نعم الحرية الكاملة ولكن كان الكلام كله أو السياسة كلها كان بتتحرك في إطار معين وهو لخدمة الحاكم أو النظام الموجود ولكن بعد ما قامت صورة 25 يناير بدأت هناك كثيرا من الشباب أو الطيارات المنظمة أن كله يبحث أو يتحدث باعتبار أن هناك حرية وأن لهم الحق في التحدث بما يشاء لهم طبعا كل ذلك بيعكس أمور مختلفة كبيرة لأنهم لم يتعودوا على أن كل واحد يتحكي أو يقدر يلتب كل أموره بشكل واضع لكن الاختلافات هذه في الفترة الحقيقة بدأت أنها زي ما يكون نوعا من الغربال الذي يظهر على السطح الأفضل نعم أنا أرى أن هناك سيكون هناك مجموعات كثيرة من الشباب الواعي ستحرك بإطار جيد سيد علاء الدين هناك من ذاق طعم الحرية بعد هذه التحولات وأيضا في ذات الوقت ذاق طعم الفوضى وإنعدام الأمن وكثير من هذه المغطيات دعنا نتابع أنا وأنت استطلاعات أخذناها من الشارع المصري ونعود لنواصل الحوار في ذكرى لا أقول الرحيل الخلع لحسن مبارك قبل ثلاث سنين مبارك على قال لي ما كنتش تلازة أعمل أنت تشوفت دلوقتي كل حاجة زفت بس يعني كل الناس دلوقتي بتقول لي يا ريتها مبارك ترجعتين الفساد الموجود حاليا ده فساد تلاتين سنة بتاع حسن مبارك يعني الوضع الآن أفضل أم أسوأ هو الوضع الآن أسوأ للأسوأ قبل المبارك أكيد الناس كانت لسه فاهمين الدنيا ماشية زي مش أكتر عارفين هاي قبلوا منين يشتغلوا فين كده لكن دلوقتي إحنا سمك في ماء لو الأمن موجود دلوقتي أحسن من عصر المبارك بكتير بس هو المشكلة دلوقتي أنه ما فيش أمن قوي بس نفسك جديد والدينة كل من عمنا بتعقل عمنا الأول ومش حاسين باقي تغيير أيام مباركة كان فيه استقرار وعمل الوضع ربنا هي السحر الحال إن شاء الله زي ما هي ما فيش حاجة تغيرت بس إحنا نحن متعشمين الخير إن شاء الله تبقى أحسن إن شاء الله سيد علاء الدين بين الحنين لأيام مبارك والقلق والتوجس وكثير من المفاهيم تختلط في أسهان كثير من الناس لكن دعنا نكون أكثر وضوحا البعض يتخيل بأن هذه نتائج طبيعية لمخاط ثورة وأن المحصلة في النهاية ستكون جيدة وبحجم وقيمة هذه الثورة وآخرون يقولون لا أريد أن أقلل من شأن مجتمعاتنا ولكننا حتى هذه اللحظة في ظل أمية متفشية وفي ظل جهل وفي ظل كثير من هذه المحطيات نحن لسا بدر علينا شوية من مثل هذا التحول هي آراء أنا أطرحها لك الحقيقة الوقت حسن مباركة مكان بيحكم البلد وكانت فاتت ثلاثين سنة كاملة كان الجميع بيقول أن هناك نوع من الأمن ولكن كان الأكثرية يعانوا من الحياة الاقتصادية السيئة وعدم مساواتهم بكثير من الآخرين حتى كثير من الشباب كان يبحث عن قرص عمل كانت لا توجد لهم إلا من خلال الوسطى أو الرشوة أما من بعد الصورة وحصل صورة الشباب والتي طالبت بعيش وحرية وعدالة اجتماعية كان الكل بيبحث عن هذا الأمل وأنه ستتحقق فيه خلال الصورة ستنصفهم ويمكن كان في البداية ما كانتش هو تخطيط لصورة يعني هي كان كلها مطالب كانت مطالب كثير من الشباب أو الشعب اللي كان يشعر أنه مكور وكان لا يجد نفسه في هذه البلد بعد الصورة مقامت وبعدما تدخلت بعض آخرين وحصل أن الصورة جزبت إلى شيء آخر وحصل نوعا من الانفلات الأمن والتغيرات في المفاهيم وكثيرا من القوى التي أرادت أن تكبث على الصورة بصورة كبيرة وعلى أنفسها واستطعت أنها تغير اتجاهتها المواطن ابتدى يشعر أن هناك قلق شديد عليه من ناحية الأمن خصوصا ما شاهده في أحداث في القاهرة أو في المحافظات كلها من نوع من القلق بصورة كبيرة حسستهم أنهم لا يعيشون في أمان واستمر هذا القلق لمدة ثلاث سنوات سيد علاء دعني أنقل هذا القلق للدكتورة ماجدة باجنيت رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة الأهرام دكتورة مساء الخير أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج عبر الهاتف نشأل وأتساءل يعني الإعلام المصري أيضا لا يخرج من دائرة الاتهام بأنه أصبح إعلام يسهم في أن يفاق من هذه الأزمة في ظل تعدد القنوات وتعدد المفاهيم وحملات استخطاب محمومة هنا وهناك تشتت المواطن المصري ولا تجعله قادر على معرفة التفاصيل بشكل دقيق وواضح يغني المغني وكل على هواه هل هذا الاتهام دقيق؟ والله إلى حد ما كلام حضرتك سليم لأن النهاردة في مصر بعدين كان مرور ثلاث سنوات بدل ما إحنا بنسمع البرامج الثانية والعادية وغيره أصبحنا بنتابع برامج التوك شوز على أساس عايز تعرف قدر أكتر هل المكان فيه أمان ولا ما فيهوش أمان أنت عارف بالضبط الأحداث اللي حصلت بالنسبة للبلد لكن المشكلة أن كل برنامج بيبقاليه ممكن يكون تواجهات وممكن يكون اجتهادات وممكن يكون حاجات كثيرة لكن المحصلة أن أنت لو مش مدرك للي بيحصل ممكن تكون في حالة توهان من كثرة الأراء العروضة ومن كثرة الأفكار اللي بتعرض وأنت لا أنتش عارف اللي قدامك ده بيوجهك لاتجاه معين ولا صادق في بياناتك أصبحت البيانات اللي أنت بتسمحها والمعلومات اللي بيجي لك مش واثق فيها ابتداء من التلفزيون من الإنترنت من الجرائد حتى الإعلام أصبح فيه مشكلة أنا عارفة أنا أشكرك على هذا التوضيح رئيسة قسم الإذاع والتلفزيون بجامعة الأهرام الكندية في القاهرة الدكتورة ماجد باجنيت شكرا لهذه المداخلة إلى سيد علاء الساوي في الأستوديو الكاتب والمحلل وسؤال الآن سيد علاء أن مصر مقدمة أيضا على مرحلة جديدة مرحلة انتخابات رئاسية قبل البرلمانية يبدو أن حظوظ المشير عبد الفتاح السيسي هي الأكبر وهناك من لا يفصل بين السيسي كعسكري والمؤسسة العسكرية وبينه كمدني ومواطن مصري من حقه أن يترشح في حال ترك الجيش يعني بين هذا وذاك كيف ترى الأمور يمكن أن تسير خاصة في ظل حظوظه الكبير في أن يفوز بالرئاسة في هذا البلد طبعا المشير عبد الفتاح السيسي هو رجل بيحسب له ومعه القيادة العسكرية في مصر أنها استطاعت أن تنقذ مصر من كارثة كبيرة كانت ستقسم مصر وتقسم الوطن العربي واستطاعت أنه يجهد المشروع الأمريكي الصهيوني الذي كان يريد هدم مصر بأي شكل من الأشكال وهدم الوطن العربي بكل أشكاله ومن هنا برز دور المشير عفتاح السيسي كبطل قومي يستطيع المصريون أن يلتف حوله ويروا فيه الأمل إذا كان المشير يريد الترشيح فهو من حقه وبالتالي عندما يخرج من المؤسسة العسكرية فهو مدني وله الحق في الترشح مثل أي شخص وهنا فيه آخرين سيقدمون أنفسهم للترشح ممكن يكونوا يمثلوا طيارات مختلفة ممكن يمثلوا اتجاهات معينة ولكن لا زلنا حتى الآن ننتظر هل سيرشح المشير عفتاح السيسي نفسه أم لا وهل سيظهر هناك آخرون وربما هناك مدنيون يحملون الخلفية العسكرية وراءهم ويطرحون أنفسهم رغم أن هناك شبه بوروفا قد أجريت في الانتخابات الرئاسية السابقة من خلالها سطلع المستطلعون توجهات المصريين هنا وهناك الجديد في هذا الأمر هو السيسي بهذه الشعبية والكارزمة العالية أنا أشكرك السيد على الدين الساوي الكاتب والباحث والمحلل كنت معي من القاهرة شكرا جزيلا لك في ذات الشأن ونفتح الملف المصري في ذكرة نحي الرئيس حسن مبارك مع الدكتور سمير رضوان عبر الهاتف وزير المالية المصري الأسبق دكتور سمير مساء الخير نعم إزعيد مساك مقارنة بفترة الرئيس حسن مبارك على المستوى الاقتصادي أنا أتحدث وما بعد حسن مبارك يعني إذا أردنا أن نفاضل بين الفترتين لمن ترجح الكفة بغض النظر عن وجود فساد أو أنا أتحدث عن أداء اقتصادي لا هو بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي في 2010 مثلا بتجد أن هذه المؤشرات كانت جيدة وده في تقارير البنك الدولي وتقارير صندوق النقد الدولي ودور التصنيف الدولية بمعنى أن كان معدل النمو حوالي 7.2% أن كان هناك احتياطيات دولية تقدر ب36 مليار دولار أو 11 شهر من الواردات أن كان معدل البطالة بدأ يتراجع قليلا والصادرات بدأت تزداد لم يعني الصادرات لم تغطي الواردات لكن كان بدأت تزداد كل ده طبعا على مستوى أداء الاقتصاد السياحة كانت بتدخل 13 مليار الاستثمار الأجنبي المباشر كان عالي جدا كان حوالي 10% من ناتج القوم الإجمالي لكن في المقابل وده احنا كتبنا في وقتها أن كان هناك مشكلة كبيرة في هذا الأداء وهو أن ثمار هذا النمو المرتفع لم تكن موزعة توزيعا عادلا صحيح وهو ما يفسر إلى حد كبير جدا ما حدث في 25 يناير صحيح إلى حد كبير نعم أنا أشكر لك هذا التوضيح ويقول قائل الآن متابع بأنه الآن على الأقل هناك كان في أذاء اقتصادي وثمار لم يجنوها لكن الآن يمكن الاثنين شوية معدومين الأمل في الغد هو مشرغ وكبير أنا أسألك وأنت رجل متحصص في المالية والاقتصاد لكنك سياسي ومراقب للأوضاع الآن في مصر هناك قوى الثورة والآن في مصر هناك الفلول كما يسمونهم أو المستفيدين من النظام السابق وهناك الجيش أيضا كمؤسسة هل نستطيع أن نقصي الإخوان المسلمين بالثقة للانتخابي على أقل تقدير الذي شاهدناه من المشهد السياسي في مصر وتسير هذه المركب دون توترات جنابه التوفيق إلى حد كبير جدا ليه؟ لأن كان هناك تصور في نظري تصور سازج باستخدام تعبير المصالحة تعبير المصالحة لا يلقى أي قبول لدى رجل الشارع المصري العادي تماما لكن في المقابل واضح أن هناك بعد ذلك في تيزر لأنني ما عندي دعم ألو أتابعك دكتور سميري تفضل أكمل الفكرة فبقول لك أن هذا التعبير للأسف الشديد لم يكن هو التعبير الصحيح عن علاج ما هو حادث هناك صراع والعبدة من إدارة لهذا الصراع ومصر مش أول دولة تكون فيها مثل هذه المواقف عندنا عديد وعديد من التجارب أمريكا اللاتينية بعد انتهاء حكم الجنطة العسكرية أسبانيا بعد فرانكو إلى آخره ولكن عندنا أيضا تجربة جنوب إفريقيا فدي هو نوع من البحث عن توافق مجتمعي يمكن إقصاء أصيل مهم لكن حتى ما حدث في جنوب إفريقيا هو محسب من اقترفت يداه أي جريمة في حق الشعب في جنوب إفريقيا وبالتالي في مصر أنت محتاج إلى إدارة لهذا الصراع نعم أنا أشكرك وزير المالية المصري السابق الدكتور سمير رضوان كنت معي عبر الهاتف من القاهرة هذه هي الأحوال الاقتصادية في مصر بهذا التباين لكن أسواق الخليج أيضا اليوم كانت متباينة ولو اليوم واحد وبرصة دبي تتابع التحليق وميساء القلة تنقل الحدث شكرا لك الطيبة الأسواق الخليجية اليوم متباينة في إغلاقاتها السوق السعود استطاع أن يتراجع بحدود عشرية النقطة المئوية بنسبة فيفا نوعا ما بضغط من القطاع المصرفي وسط قيم تدولات عالية وكثيفة بسبع مليارات ومئتي مليون ريال أما السوق الكويتية استمرت التباينات فيها السعر ارتفاع بعشرية النقطة المئوية لكن التراجعات واضحة بالنسبة للوزن وأيضا الففتين وما زالت السيول ضعيفة في السوق الكويتية بخمسين مليون دينار البحرين المؤشر تراجع بعد أربع جلسات من الارتفاعات المتتالية عند مستويات 1312 نقطة وقطر اليوم مغلقة لا يوجد عليها تداول احتفالا بالعيد الرياضي وصورة متباينة بالنسبة للأسواق الإماراتية أبوظبي تراجع بنصف النقطة المئوية وسط قيم تداول وصلت إلى المليار ومئتي مليون درهم ضغط واضح من القطاع البنكي اليوم خصوصا من بنك الخليج الأول الذي تراجع بحدود 21 النقطة المئوية دبي ارتفاعات بـ 1 في المئة في نهاية الجلسة عوض الخسائر التي كانت في المنتصف ما زالت مستوياته هو الأعلى منذ عام 2008 تداولت بمليارين وثمانمائة وأربعين مليون درهم ودعم من دريك أندسكال السهم الذي ارتفع بأكثر بأربعة في المئة عمان اليوم ضغط واضح من بنك مسقط الذي تخرج من شركة هندية وباع حصته بأكثر من 45 في المئة في الشركة وأيضا من الغاز الوطنية التي يواجه فيها الرئيس التنفيذي دعوة بقضائية بدفع 500 ألف ريال لقيامه بتهمة الرشوة وأخيرا نلقي نظرة على المؤشرات العربية لبنان اليوم متراجع بأقل من 10 النقطة المئوية وارتفاع جماعي للمؤشرات المصرية فلسطين استطاع أن يرتفع بعشر النقطة المئوية بدعم من القياديات والأردن يتراجع بأكثر من 1 في المئة بضغط من سهم البوتاس والفوسفات هذا كل شيء للأسواق عودة إليك الطيب شكرا ميساء القلة إلى علي فتوح وآخر أخبار التكنولوجيا البداية مع العملاقة مايكروسوفت والتي أعلنت عن دعم محرك بحثها بينغ لميزة تحديد قيمة العملة الإلكترونية بيتكوين مقارنة ببقية العملات العالمية وأصبح بينغ قادرا على الاستعلام عن قيمة عملة بيتكوين مقارنة بنحو 50 عملة عالمية تعتزم شركة هواوي الكشفة عن عدد من الأجهزة الجديدة من ضمنها ساعة ذكية وذلك في خلال فعاليات معرض MWC 2014 المزمع إقامته نهاية الشهر الجاري في مدينة برشلونا وتخطط الشركة كذلك للإعلان عن حاسبين لوحيين جديدين وهاتف ذكي جديد تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير تطبيق جديد لقراءة الكتب مثل تطبيقي إكس بوكس فيديو وإكس بوكس ميوزيك وتبحث مايكروسوفت الآن عن مهندس تصميم لبرمجيات بناء التطبيق بحيث يوفر للمستخدمين قراءة الكتب والمجلات بالإضافة إلى القصص المصورة بيّنت دراسة عن أكثر الأجهزة اللوحية قابلية للكسر أن آيباد ميني جاء في المرتبة الأولى باعتباره أكثر الأجهزة الذكية قابلية للكسر وجاء هاتف جالكسي اس فور في المرتبة الثانية يليه في المرتبة الثالثة جهاز آيباد وبمناسبة اقتراب عيد الحب هناك تطبيق يدعى without waiting أو بدون انتظار يتيح الفرصة أمام الزوج أو الحبيب الذي نسي حجة طاولة للعشاء أن يطلع على حجوزات المطاعم وقوائم الانتظار ويعرض تطبيق عدد الأشخاص المدرجين على قائمة المطعم والوقت المتوقع للانتظار لا تفسدوا يوم الحب إلى اللقاء تطبيق لن يجد رواج عند الرجال الزاهدين في مثل هذه المناسبة بعض الفاصل في هذه الجولة قطر تحتفل باليوم الرياضي للعام الثالث على التوالي قطر يمكن هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتخصص يوم للرياضة بتقفل فيه كل الدوائر الحكومية والمؤسسات حتى البورصة القطرية اليوم ما كانت شغالة فقط للرياضة كما أن قطر هي المصدر الأول للغاز المسال في العالم ومواطنوها هم الأغنى بين بني البشر كذلك هي الوحيدة على ظهر البسيطة التي تخصص يوما للاحتفال بالرياضة وتعتبره إجازة رسمية والله صراحة دولة قطر من الدول الكثير تهتم في الرياضة ويمكن هي من الدول المميزة اللي أقامت احتفال وعطلة رسمية بهذا اليوم حتى الكل شارك والعقل السليم في الجسم السليم اليوم الرياضي جميل بيفكة على الناس تخرجوا من الكابت اللي هم فيها بيحسوا بمتع بجمعوا مع بعض الأصدقاء خارج البيوت يوم جميل جدا بتعرفها على بعض حتى في معرفة جديدة بغض النظر عن الأصدقاء الأدامة إنه يوم جدا جميل وممتع ومن الجميل أن يكون يحدد يوم للرياضة في الدولة يوم مرح أطفال كروني العبون يعني ممتع جدا يوم الثلاثة من الأسبوع الثاني من شهر شباط فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة وإجازة مدفوعة الأجر هذا هو مضمون المرسوم الأمري الذي أعلن فيه اليوم الرياضي للدولة في العام 2011 والذي تنظم فيه الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئة والمؤسسات العامة والخاصة فعاليات الرياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم بغرض زيادة الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات إلى جانب مشاركة الاتحادات والأندية الرياضية والتي تفتح أبوابها سنويا لجميع الراغبين في ممارسة الرياضة على أنواعها كما عوثتنا قدر دايما الجديد دايما عندها في إختراق مثلا مثل هذا اليوم اليوم الرياضي قدر تعتبر الصباقة في هذا المجال الآن أن تجعل هناك يوم لكل العائلات كما ترى كل العائلة معي موجودة الآن من الصغير الكبير للأولاد الصغار لقضاء هذا اليوم استمتعت كثير لما لعبت في كرة الطائرة هو حدث فريد في بلد يستعد لصدافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وتقوم على أرضه أكبر أكاديمية رياضية في العالم سباير وتنفق سنويا مليارات الدولارات على إشادة الملاعب والصلاة الرياضية واستغطاب كبرى المدربين واللعبين الدوليين وذلك في إطار رؤية هذا الاستثمار في الإنسان من جهة والترويج لإسم الدولة على المستوى الدولي أن تخصص قطر يوماً للاحتفال بالرياضة السنوياً فهذا يأتي في إطار استراتيجيتها الوطنية للإستثمار في الإنسان هذا الإنسان الذي يحمل لقب أعلى متواصل دخل فرد في العالم معمر عواسي بسي عربية الدوح شكراً يا معمر والله الرياضة وصلت حتى أبواب سين بسي عربية يوم رياضي حافل معي من الدوحة سيد خالد المهندي مساعدة الأمينة العام للنجة الأولمبية القطرية نحن نحييك وقطر اليوم كلها شباب والرياضة كما يقولون سيد خالد الفلسفة أي شيء من هذا اليوم الرياضي طبعاً نحن في البداية نحب أن نشكرك الأخ الطيب على تغطية فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر كما تعلمون أن مبادرت سيدي سمو الأمير المفادة في جعل يوم رياضي للدولة يؤكد حرص الحكومة القطرية على الدور الذي تلعبها الرياضة في تحقيق رؤية قطر 2030 حيث تعتبر استراتيجية قطاع الرياضة هي أحدى استراتيجيات الأربع عشر للتنمية الوطنية الدعمة لركائز رؤية قطر 2030 ومن أهم ركائز هي التنمية البشرية كما تعلمون يعني المقولة تقول أن العقل السليم في الجسم السليم هذا يدل على أن قطر تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة ليكون المواطن أو المقيم ينتمي إلى الرياضة لما لها دور كبير في ذلك جميل صحيح ونحن لا غبار على كل ذلك سيد خالد لكن تعرف أننا في سين بساعة عربية دائما نبحث عن الجوانب الاقتصادية أحيانا بجانب كل هذه المسائل التي لا تقدر بثمن لكن أقيمت قرية رياضية شاهدناها قبل قليل فخمة كبيرة ومكلفة يعني لستة أيام لعله يذكرنا بالجدل في سوتش هذه الأيام بوتين دفع 30 مليار سليم أيضا في 15 يوم في مردود اقتصادي وليش ما تكون قرية أولوبية رياضية دائما يعني طبعا نحن بشكل عامح نستثمر في المنشئات الرياضية سواء كانت منشئات رياضية دائما أو منشئات رياضية مؤقتة القرية الرياضية اليوم استغطبت الآلاف من الشرائح المجتمع كلهم شاركوا في منافسات رياضية أو شاركوا في منافسات ثقافية البهجة كانت مرسومة على جميع العوائل هذا مردود بحد ذاته إيجابي ناهيك عن المردود الاقتصادي كثير من الدعمين اليوم الرياضي شاركوا معانا في اليوم الرياضي كسبونسر أو كراعين لليوم الرياضي هناك كثير من الشركات الدعاية والإعلان شاركت معانا أتوقع أن قطر كلها استفادت سواء كان على المستوى الرياضة أو المستوى الاقتصادي من هذا اليوم الرياضي أنا أحب أن أذكر أن الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية لا تفتح أبوابها فقط في هذا اليوم لمشاركة المجتمع في الرياضة بل استثمرت اللجنة الأنمبية القطرية في المشاركات الرياضية بعامل مرافق اجتماعية لممارسة رياضة المشي لممارسة رياضة الألعاب الرياضية الخارجية لتخدم جميع قاطنين المناطق التي يوجد بها هذا الناد الرياضي أو الاتحاد الرياضي كذلك تستثمر اللجنة الأنمبية ودورة قطر في ملاعب الفرجان وتستثمر كذلك في المراكز النسائية التي إن شاء الله سوف تبنى خلال السنوات القادمة نعم أنا الحقيقة أشكرك سيد خالد المهندي يعني الزمن قصير للأسف لكن ماريثون الدوحة كان طويلة اليوم رياضية نحن نحيييكم مساعدة الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية شكرا جزيلا لك وشكرا لكل المشاهدين تحياتي والفريق العامل في اليوم في ساعة في أمان الله اشتركوا في القناة